طيب ننتقل إلى الجريدة وفيها موضوع عن آلاف الإسلاميين الشباب ينشؤون مجموعات على واتساب لدعم الوحدة عبر عدد كبير من أعضاء أكثر من 11 مجموعة لتطبيق واتساب عن أملهم ودعمهم للخطط الرامية لعادة توحيد الإسلاميين في سودان وأكد أعضاء المجموعات الذين يفوق عددهم 1200 عضو عن دعمهم لهذه الوحدة التي اعتبروا أنها ضرورية من جانبه قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عمار السجاد أن هذه التفاعلات من قبل الشباب ودعمهم لتوحيد الإسلاميين تؤكد أهمية الخطوة ومتابعتها من قبل قطاعات الشباب التي تتخوف من استمرار توجهات القيادات الكبيرة عمريا ما يشير إلى أن المرحلة البقبلة هي مرحلة الشباب سيد عبد المنم هل تحولت أشواق الإسلامي للوحدة إلى خطوات عملية يقودها الشباب؟ هي هذه الأشواق تتسارع عبر مواقع التواصل الاجتماع عبر التواصل في منتدياتهم بانتباطة ببعض التطورات الموجودة على الإقليم وبعض التطورات التي يمكن أن تحدث في السودان في حال تم رفع العقوبات الاقتصادية على السودان لكن الأجسام الرسمية إذا نظرنا أن المؤتمر الشعبي لا يصدر من غياداته لا يتحدث عن وحدة يعني كل ما يصدر أننا لا ننظر لوحدة الإسلاميين نريد أن نوحد كل السودانيين حتى المنظومة الخالفة التي ترك الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن التباهي رحمه الله الحديث فيها حول توحيد مجموعات مختلفة من السودان لا تتحدث عن توحيد الإسلاميين وحتى المؤتمر الوطني الجنح الآخر لم يصدر حديث مباشر رسمي من جهة تتحدث عن أنها هي تتجه نحو خطوات نحو توحيد الإسلاميين كل الذي يصدر حول حديث مفردة من أشخاص تحدث عن أشواق لتوحيد المجموعات الإسلامية طبعا هناك مجموعات أخرى سواء كان من برسلام العادل سواء الأصلاح الآن سواء مجموعات أخرى غير الكيانين الكبيرين الذي يجري في مواقعات كأنما هي أشواق لقواعد تظن أنها عليها أن تتلاقى تظن أن الوقت لا يكفي ما حدث ما بينها من تفاعل لكن هل هذا سيحول إلى برامي وإلى رؤية واضحة إذا أراد الإسلاميين السودانيين أن يتوحدوا يتوحدوا على ماذا ويتوحدوا لماذا وهذا التوحد هدفه ماذا يريد أن يفعل للأزمة في السودان أزمة الحكمة الموجودة في السودان ماذا يريد أن يفعل لأزمة المناطق التي فيها النزاعات في السودان فعلى الإسلاميين إن أرادوا التوحد أن يجيبوا على هذه الأسئلة أم أنهم يريدوا أن يعيدوا كيانه ويصبح واحد من الكيانات الفاعلة لكن الآن هم لأنهم يتحملوا مسؤولية أنهم يحكموا السودان منذ 28 عاما فلذلك إذا أرادوا أن يتوحدوا عليهم أن يجيبوا على الأسئلة أنهم لماذا يريدوا أن يتوحدوا الآن ما الداعي وماذا يريدون أن يقدموا للسودان الذي يحكموا منذ 28 عاما ما هي أبرز التعقيدات التي يمكن أن تواجه فكرة على التوحد الإسلامي أولا طبعا المجموعات الآن مختلفة جدا وكل حزب الآن لديه رؤية مختلفة هناك مرارات حدثت في الانشغاغات التي خاصة ما بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني في فترة الانشغاغ الذي حدث صحيح أن المؤتمر الشعبي بعد ذلك عاد وشارك في الحوار الوطني والآن موجود داخل الحكومة لديه ممثلين داخل الحكومة هذا قد يسهم في أن هناك شكل بأشكال التقارب كل الإسلاميين شاركوا في الحوار الوطني لا الاصطح الآن لم تشارك من برسلام العادي الشارك والآن موجود داخل الحكومة الاصطح الآن دخلت ثم خرجت دخلت ثم خرجت أكثر من مرة لكن الآن الناظر لحركة الإسلاميين في السودانين بعد الرحيل الدكتور حسن الترابي هناك عدد من القيادات لكن ليس هناك شخصية لديها رمزية مثل الرمزية التي كانت لدكتور حسن الترابي رمزية المفكر المبادر الذي لديه الجديد ليطرحه الأبر روحي الجديد ليطرحه والذي هو أفكار جديدة ليطرحه الآن هذه الشخصية التي يمكن أن توافق عليها الإسلاميين من مختلف تياراتهم غير متواجدة الآن الموجودة مجموعة من الأنداد عمل في الحركة الإسلامية في فترات مختلفة كل أحد فيهم يعتقد أنه كسبه مشابه لكسبة الآخر فكيف لهؤلاء الأنداد أن يقبلوا ببعضهم البعض هذه واحدة من التعقيدات والقضية لكن أستاذ عبدالله عفوا النقطة الأخيرة هذه ربما قد لا توجد في منهج الإسلاميين هم يتبعون مبدأ الإمارة من كلف بإمارة فيطيعه الأجمعين هل يمكن لهم أن يتفقوا على أمير؟ لكن الاختلافات التي حدثت لهم حدث اختلافات الحدثة السياسية التي حدثت لهم بيّنت أنهم لا يلتزمون بهذا حدثت خلافات عميقة جدا ومعمقة جدا في رؤيتهم للحكومة وداخل الحكومة عندما كانوا يحكمون وعندما كانوا حزبا واحدا ووصلت بينهم ما وصلت هذا تاريخ قريب ليس تاريخا بعيدا فلا أعتقد والإسلاميين الحديث عن الإمارة والحديث عن تراث الأخوان المسلمين الإسلاميين السودانيين الموجودين الآن وفق ما يطرحوه تجاوزوا كثير من التراث كانت تراث حسن البنة أو سيد قطبة أو غيره لذلك التعقيد كثير جدا ومتشابك أمام هذا الأمر عليهم أن يجيبوا على مجموعة أسئلة أنهم ماذا يريدوا من هذه الوحدة إلى ماذا ستهتف وأين ستصب لكن ابتعاد العناصر التي سببت في الانفصال أصلا بين الإسلاميين ألا يساهم بشكل أو بآخر في تقارب جهة النظر ووحدة قريبة بين الإسلاميين القضية الأساسية القضية الأساسية الكيانات الرئيسية والقيادات الرئيسية لم يصدر منها شيئا رسميا حول أنهم يريدوا أن يتوحدوا ما كتب الدكتور حسن ترابي حول المنظومة الخالفة صحيح لم يعرض كله لكن كل الذين يتحدثون عنه أنه يتوقع إلى توحيد كل السودانيين لا يتحدث عن توحيد الإسلاميين صحيح نصر المؤتمر الشعبي يقول أنه عندما نصل لمرحلة المنظومة الخالفة سيزوب المؤتمر الشعبي لكن سيزوب في أي كيان هل هو كيان الذي سيوحد الإسلاميين المختلفين الرؤية حول توحيد الإسلاميين هناك أشواق لكن ليس هناك رؤية واضحة ليس هناك جهة لديها رؤية واضحة حتى لو ابتعدت الأشخاص لكن غيابة الرؤية الواضحة هو ما يعطل لو كانوا الإسلامين خارج الحكم هل كان يمكن يتوحدوا بسهولة؟ قطعا لو كانوا خارج الحكم كان يمكن يتوحدوا لأن الصراع الذي حدث بينهم صراع سلطة الصراع الذي حدث بينهم كان صراع سلطة وكانوا مردوا للسلطة كان حول صلاحيات محددة لرئيس البرلمان صلاحيات للرئيس حول انتخاب الأولاء فلم يكن صراع حول الرؤية كاملة صاحب عد ذلك المطور الشعب يتحدث عن أنه لم اختلف مع المطور الوطني حول قضايا مرتبطة بالحراء لكن كان في أساسه صراع حول السلطة لو كانوا خارج السلطة كان قد يكون الصراع قد يكون مخففا فيما بينه ومختلف ومختلف تواصل معك والمشاهدين الكرام في منشتات سودانية ولكن فاصل قصير ونوات